في مخاوف منتخب مصر بحسن مصدر ما قال لنا لرقم عشرة من معاناة لعبي منتخب مصر بدنياً أكثر في مباراة غانا بسبب الرطوبة العالية جداً في كودفور حاسين إن الموضوع بيزيد والرطوبة ما بتقلش وكل شوية يسألوا على فكرة دراجات الحرارة والرطوبة عاملة إزاي ولسه في قلق من الموضوع دو بالمناسبة كل المنتخبات الكبيرة مشكلتها الأساسية هي الشوط التاني في المباراة هتلاحظوها ليه المنتخبات الكبيرة عشان معظم المنتخبات الكبيرة عندها لعيبة بتلعب في أوروبا ففكرة الرطوبة العالية دي مش جاية معاهم مش جاية معاهم خالص لا تونس عارفة تتعامل في الشوط التاني ولا جنوب أفريقيا وإن كان جنوب أفريقيا يعني بس عشان الأجواء عندهم أوروبية شوية في كثير من الأحيان لنوب أفريقيا معظم لعبية مع حالين بس برضو عانوا النهاردة شوية تانية بدنيا جدا منتخب مصر عانى بدنيا جدا منتخب الجزائر في الشوية التانية عانى بدنيا جدا من الشوط الأول كان عاملونه بالشكل عظيم جدا قدام أنجولا فمعظم المنتخبات الكبيرة بتعاني من الرطوبة على فكرة أنا وغيري من الناس مش من الناس بتوع المبررات والصعوبات والحاجات داية بس هي للأسف صعوبة قائمة ووضحة لازم بقى نتعامل في هذا الأمر لازم نتخططها لازم نشوف حلول أكيد فيه جهاز فني وجهاز طبي هيقدروا يتعاملوا مع هذه الأمور الأمور المتعلقة به الرطوبة العالية طيب دا فيما يخص منتخبنا الوطني